مرحبا مسأل فيك مع عزيزي المشاهدين من جديد ما عودت الدوام الدراسي يعود الازدحام المروري لشوارع الدوحة من جديد خاصة خلال فترتين الذروة في الصباح والظاهر نعم يبدلون قوة الأخوية والدوريات سواء كان تابع للمرور أو الفزعة أو الأخوية جهود كبيرة لفك الازدحام وضبط الحركة المرورية خلونا عشان نوقف على استعداداتهم المرورية معنا في الاستيديو الملازم عيد روس السيد مجموعة أمن المواكب والدوريات بقوة الأمن الداخل للأخوية مسأل الله بالخير ويا مرحبا ومسأل أولا أمن بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حياك الله بيظلوا وجيكم ما تقصرون على الجهد اللي أنتم تسوّونه قاعدين يعني تعرضون أنفسكم وهذا واجبكم مثل الزحمة وتفادي والنفسيات الناس يمر عليك واحد نفسيته زينة واحد نفسيته ميف زينة واحد متأخر واحد مستعجل لكن بيظلوا وجيكم أول شيء على التحكم في النفسيات وحتى بذل أفضل الوسائل فينكم يتمشون الحركة المرورية اليوم كان زحمة الصبح والظهر كيف كانت خطتكم اللي أنتم كنتم يعني عاملين حسابكم منها بتصير لهذا اليوم هذا الشيء بأتكلم باختصار عن قوة الأمن الداخلي الأخوية طبعا هذه قوة إنشأت سنة ممرسوم أميريا رغم أطمعي سنة 2003 وبتعين قائدها يكون معالي الشيخ راسل الزر والذر الداخلي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر قائد قوة الأمن الداخلي الشيخ عبدالله بن ناصر على الثاني الله يسدد خطان إن شاء الله اللهم آمين طبعا ولها عدة اختصاصات ومن أهم اختصاص هو اللي بنتكلم فيها الهين اللي هو أمن المواكب والدوريات بس من هم اختصاصاتها اللي يسلمك دعم ومساندة جميع الأجهزة المعنية في الدولة لحفظ الأمن والاستغرار بيض الله جيك من ضمنها الحركة المرورية من ضمنها دعم الحركة المرورية والتعاون مع إدارة المرور طيب تقييمك الأول يوم اليوم يعني الاختناقات الإصابة طبعا اليوم التمسنا أنه فيه ازدحام يعني واضح وفي نفس الوقت تواجد دوريات المساندة اللي منفزعة المرور المرور ومجموعة من المواكب الدوريات طبعا هم اللي قاموا بالواجب وشباب يظلوا جيهم صراحة من ناحية الثيابية الحركة والتعامل اللطيف مع الجمهور طبعا ما يخفى عليكم اليوم أنا اللي تمسنا يعني طبعا الازدحام هذا يدل على يعني وعي أولياء المور للطلبة والمواظبة من أول يوم على الدراسة من قبل والاهتمام بالأبناء يعني ما كان فيه أي تغاس يعني لا يمكن شيء بسيط يعني لا ذلك مسافر أو تأخر نعم مثل ما قلت أنت صح أنا معك في الشيء ذلك كل من كان حريص أن أولده يداوم من أول يوم أو بنته يعني عياله يداوم من أول يوم لكن أنتو الزحمة عارفين ومن البارحة ومن قبل عارفين بيكون فيه زحمة ومرتبين دورياتكم والمرور مرتبين دورياتكم من الفزع نفس الشيء كنتو تتواجدون عند أماكن معينة يعني عارفين بيكون فيها ازدحام مروري أكثر طبعا مجموعة من واكب دوريات بغيادة العميد علي بن سلمان لمهندي طبعا هو حريص ومتابع بشكل يومي على انتشار الدوريات في كافة المناطق المزدحمة طبعا الدوريات خروج الدوريات هذه يوميا طبعا أسواه كان فيه ازدحام أو ما فيه تواجدها إن شاء الله أمنية يعني تقريبا من 50 إلى 60 دورية هذه بشكل يومي تلاقيها حتى قبل الجمهور ووصولها على الدور أنت تكلم عن دوريات الأخوية دوريات الأخوية نعم وكذلك المرور طبعا بس بالتنسيق النصبغ نحن بس نبغي نتكلم اليوم على نقطة اللي هو الازدحام المروري ودوركم أنتو في فك الازدحامات بس له الجانب المرور لكن الجوانب الأخرى ما يحتاج يعني الشهادة فيكم مجروحة يعني أنتو وصلت اختلافات مرورية مثلا شون يكون دوركم أنتو في مساعدة دوريات المرور طبعا الدورية تواجد دورية على الدور نفسها سواء لا أقدر الله كان حادث أو شاهد دخام من بعيد أو هذا يبلغ طبعا عندنا المركز للعمليات أو إذا كان هو قريب من الحادث طبعا يحرك الحادث على أقرب مكان يطلب له دورية مرور أو دورية تحقيق طبعا الشباب اللي موجودين على الدور نفسها طبعا كادر معهل يعني بتعامل مع الناس بتعامل مع الناس وماخذين دورات حتى في أسعافات الأولية لغدر الله إذا جاءت حالة مرضية وطبعا الازدحام هذا مو بشي بسيط يعني كنت تمشي تغريبا ما قرأنا اليوم يتير بيناس طالب تغريبا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خاد ما بعد خالفوك شيء؟ والله لا الحمد لله رب العالمين أنا ملتزم بقواعد تربط هزام الأمان نعمل الله الحمد يعني يمكن هزام الأمان للي ما يربطه يحص صعوبة في البداية ولكن خلاص بعدين بدون تفكير تعود أنك تربط حتى لو ما ربطت تحس أنه في شيء ناقص نعم يعني يصير والتزام بقواعد الأمن والسلامة والمروص يعني شيء صراحة مهم نحن نتكلم عن أبي عبد الرحمن عن يعني أكيد المناطق تختلف من حيث الكثافة يعني نحن عندنا في الشمال مثلا ما في زحمة الحمد لله حمد لله تروع المدرسة سهلا فأنت أكيد توزعون الدوريات على حسب الكثافة السكانية مثل ما قلت لك أخي خالد طبعا الدوريات وجودها على الإشارة الضوئية سواء على الكرنش أو على لو صار حادث بعد بسبب الضحام وجودها مهم سواء كان فيه الضحام نفسيا للسائق إذا شاف الدورية هي أدري أنها بسهل عملية المشي يعرفنا لو صار فيه حادث الدورية على طول ستتمشي السيد صح يا خالد ترهي نفسيا أنك تشوف الدورية موجودة مو معنى أنه بيخالفك طبعا ستين دورية ما بعدد بسيط يعني يغطي مناطق الدوحة كافة هاي من عندكم أنتو غير طبعا مناطق متفق عليها من قبل الغاد عندنا ومع مدير إدارة المرور طبعا في توزيع الدوريات في المناطق الجنوبية وشمالية هذه كلها طبعا على إدارة المرور أما احنا على خط طريق نص الدوحة طبعا طبعا هذه دور الخير أنت تكلمت عن داخل المدن لكن لو تكلمت عن الخطوط الخارجية في دوريات أنا لاحظت موجودة على الخطوط الخارجية طبعا هاي مثل ما قلت لك احنا دعم ومساندة للجهات المعنية طبعا هاي اختصاص شرطة الفزع طبعا طبعا تلاحظتوا اللي هي دوريات أمن الطرق نعم هذه الله يسلمك هي متخصصة في الطرق الخارجية في ناس الوقت احنا ندعمهم يعني احنا دعم لهم هم الفزع اللي هم الفزع طبعا اللي على أمن الطرق أمن الطرق خارجية في ناس الوقت احنا طبعا دعمين لهم اللي هم طبعا في نهاية الأسبوع أو في العطلات طبعا دورية ودوريتين من شرطة الفزع لازم تبدهم انتو وتدعمهم بدوريات الأخوية نعم أنا شهادة شهادة صراحة أنا دايما أشوفهم متواجدين سواء جنب جسر أو جنب الشارع أو يمشي على طريق موجودين في طريق الشمال أنا دايما لأحظهم متواجدين على طول حتى لو ما عنده شيء هو موجود وحاضر في المناطق بعيدة عن الدوحة لا يقري من الدوحة تدريق هذا حتى اللي بفكر أنه ممكن يخالف لا إذا شاف سيارة سيارة أمن سواء كانت خوية أو الفزع أو ممكن لا يتردد خلاص ما يعني طبعا ما يخفى عليكم طبعا أيام هذه اللي فاتت كلها ضباب في ضباب طبعا هنا بعد احنا ندعم الفزع طبعا في تنظيم عملية وفي أيام العجل طبعا تذهب طير في الشارع طبعا بدون تكثفون عملكم أكثر نعم بدون كلل ولا ملل طبعا الشباب ما شاء الله عليهم نعم نعم يمكن يعني احنا تكلمنا عن مجهودكم في دعم باقي الأفرع من الفزع والمرور لكن لو نتكلم عن رسالة أبو عبد الرحمن أنت توجهها للسائقين بنتكلم يعني بشغلة معينة لاتفادي الازدحام عشان اتفادون الازدحام ما أنا بنتكلم عن مثلا أربط حزم لمان أو تغيّد بقاعد الأمن والسلام هاي شاء الله الكل متفق عليه ولكن شاء الله أنا كسائق طالع من بيتي اليوم أتفادى الازدحام طبعا مثل ما قلت في البداية اللي يجيك متنرفز هذا أكيد أنا طلع على وقته وعبال الشوارع فاضي طبعا طبعا أنا إذا توصل بالذات في أثناء ساعات الضربة طبعا اللي هي الصباح طبعا بتوصل إن شاء الله ما لك إلا التبكير في التحرك على وجهات العمل أو سواء المدار أو هذي طبعا تطلع من وقت تحسب توصل في وقتك ببن الله نعم غير ذا نقول حق المشاهدين كلهم ومستمعين دامك طرعت أنت من البيت أو ناوي على شيء الله إن شاء الله بيسر لك الأمور الطيبة إن شاء الله تعالى وبتوصل لكن أعمل حساب أنه ممكن يصادفك زحمة ممكن يصادفك حد يعني تعطل وتسبب في أنك تعطل لا تستعجل لا تنرفز التزم بقواعد المرور يعرف أنك روح ورح تواجه أرواح لا تسرع ولا تأدي لا بروحك ولا بروح الناس الخطر بعدين القيادة هي فن وذوق وأخلاق وأخلاق وتوقع أخطاء الآخرين يعني غير ذي كلها أهم نقطة اللي هي الأخيرة توقع أخطاء الآخرين أنت من التزم بقواعدك لكن توقع أنه واحد غشيم ولا بيلف عليك ولا بيسوي لك أي شيء بعد توقع أخطاءهم وقت الزحمة بعد ونتواقف وما عندك شغل استغفر رب العالمي نعم خير الجماعة ما رح يقسرون سواء في دوريات ولا المرور ولا الخوية ولا الفزع بيظ الله وجههم على كل حال الملازم عيد روس السيد من مجموعة أمن المواكب والدوريات في قوة الأمن الداخلي الخوية بيظ الله وجهك على كل ما قدمتهم معلومات وبيظ الله واجهكم وحننشيد على دوركم ومعكم شكر الثناء إن شاء الله لإدارة قناة الريان طبعا واخذ الكواليس طبعا ما عليهم مكتور طبعا ومنها منهم مخالفات يبونك تمشيهم الله يوفق الله يوفقكم بيظ الله يوفقكم بإذن الله مشاهدي الكرام بنطلع فاصل قصير وراجع لكم خلكم معنا معرض قطر الدولي الخامس للسيارات يضم أحدث وأفخم المركات والنماذج للمركبات خلكم معنا